السلام عليكم إشبيريا الإسباني ترغب في ضم اللعب المغربي ومهاجم العين القطري سفيان رحيمي كمعار قابلة بالشراء نادي القادسية السعودي يود جلب المدافع المغربي ونادي باير ميونيخ الألماني أن نصير مزراوي بمبلغ مهم وإلى التفاصيل فإذا كنت من المهتمين لا تنسى دعمنا بالاشتراك والمشاهدات وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد أصبح نادي إشبيريا الإسباني مهتم بالنجم المغربي سفيان رحيمي الذي تعلق بشكل ملفت في بطولة آسيا لحيث أنه كان هو الهداف الأول لهذه البطولة ب13 الهدف فبعد رحيل يوسف أنصيري أصبح نادي إشبيريا يبحث عن البديل مما جعل النادي يتواصل مع فريق العين الإماراتي لضم سفيان رحيمي كمعار لمدة سنة قابلة للشراء نصير مزراوي مطلوب في القادسية السعودي بعد رغبة النادي البافاري في التخلي عن مدافعه المغربي نصير مزراوي ووضع 30 مليون أورو كحد أدنى للتخلي عن ناعبه وذلك لسد الفراغ المادي الذي يعاني منه النادي وكذلك لخروجه من حسابات المدرب البلجيكي كومباني أعلنت بعض الفرق الأوروبية رغبتها في ضم اللاعب إلا أن مبلغ العقد كان مستعصيا وجاء البطل نادي القادسي السعودي ليتفاوض مع النادي البافاري وإغرائهم بمبلغ مهم وهم الآن يتفاوضون مع النادي البافاري لضم اللاعب المغربي نصير مزراوي ونحن في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات وبالتوفيق إن شاء الله للاعبينا نصير مزراوي وسوفيا الراحمي والله يفعل ما فيه الخير